اللي عجبني أكتر الجايزة اللي جاية بقى فكرة ان احنا نتكلم ان المحترف بتاعنا بيرستاو بيفوز بلقب أفضل لاعب داخل القارة يعني ده أعم أمر شوية نسكت متشككة فيه احنا كأهلوية قلنا ده أمر طبيعي على فكرة لأن بيرستاو كان أفضل نجوم الفريق بكل تأكيد خلينا نقول برضو كان ليه مساهمات عظيمة جدا يعني بلغة الأرقام وسجل خمس أهداف في دوري أبطال إفريقيا منهم أهداف كانت مهمة جدا لوقت الترجي والوداة في الأدوار النهائية زي لو حضراتكم فاكرين ده غير دوره الكبير في فوز الأهلي طبعا ببطولة الدوري يعني شيء محترم والتاني حرجة أقول أنا بحب جدا لما حد يكون يعني بيتم انتقاده بشكل كبير أو بيبقى فيه تشكيك فيه بشكل كبير إنه بيلتزم الصمت تماما والرد بيبقى على الأرض ده حلو جدا يعني كريم بغض النظر عن إنه هو مش عارف يرد يعني بلهجتنا أو بنفس الطريقة اللي كان بينتقط فيها من بعض الناس لكن هو لقى هجوم كبير جدا تحديدا وقت موسماني أول ما يجيق لك إيه الصفقة دي يا جماعة يعني ما لقيتوش غير الرأو وإيه حجمه ده ناس قاعدت تتنمر حتى يعني على فكرة طول اللاعب في الملعب ملوش علاقة حتى الناس قالت لك وكان وقتها فيه مقارنة لك ومسي علاقته برضو بالمواصفات اللي مفروض تكون موجودة في لعب كورة القضاء ما لاش علاقة أبدا يعني لكن بيرستاو قدر أنه هو يثبت نفسه في الملعب ويرد على الأرض زي ما يبتالي لغاية لما فاز بحاجة أو بجايزة يعني بيتنافس عليها أنت طبعا شفت المنافسين أسماء عظيمة فلا بجد أنا سعيدة جدا في بيرستاو ده أكد لنا تاني أنه لازم عندنا ثقة في أي صفقة النادي الأهلي بيجيبها لأن لو الصفقة حتى تمت وما كانتش على أفضل يعني صورة النادي الأهلي بيعرف يتصرف من غير لما بيدر أي حد يعني بيبقى ليه دايما الحلول الموجودة بالشكل المحترم اللي يليق بالنادي الأهلي